باء المقطع الثاني ثم قال ابن الأثير فرحل صلاح الدين عن الشوبك عائدا إلى مصر ولم يأخذه من الفرنج وكتب إلى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لأمور بلغته عن بعض شيعته العلويين أي بعض شيعة البلاد المصرية بعض شيعته العلويين وأنهم عازمون على الوثوب بها فإنه يخاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من تخلف بها فيخرجوهم وتعود ممتنعا وأطال الاعتذار لاحظ فلم يقبلها نور الدين منه فلم يقبلها نور الدين منه التبع جيدا هنا يقول ابن الأثير ابن الأثير دقيق في هذا النقل يقول فلم يقبلها نور الدين منه وتغير عليه وعزم على الدخول إلى مصر وإخراجه عنها وظهر ذلك التفجي جيدا إذن ابن الأثير يبين هذا يعني ابن الأثير يرجح أو يستظهر بأنه هذه الحادثة امتنع صلاح الدين واعتذار صلاح الدين بعذر غير مقبول جعل نور الدين يتغير عليه يقول وتغير عليه وصار عنده العزم على الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدين عنها وهذا عزم نور الدين يقول ظهر عند الناس عند الآخرين وظهر ذلك أقول بكل تأكيد لا يقبل نور الدين الاعتذار وكل عاقل لا يقبل الاعتذار وهنا أود الإشارة إلى ما نذكره دائما من بطلان ما يزعمه ابن تيمية طبعا ابن تيمية أتى بعد هذه الأحداث أقول وهنا أود الإشارة إلى ما نذكره دائما من بطلان ما يزعمه ابن تيمية وأمته ويؤسسون عليه من قياس الأمور على المعارك والغزوات والانتصارات والفتوحات فلا ملازمة بين ذلك وبين الحق والكون على الحق والصدق على الحق والثبات على الحق فسيرة الأنبياء وواقع حالهم يشهد لهم بالإمامة بالرغم من تمكن الأعداء منهم والاستخفاف بهم وسبهم ولعنهم والافتراع عليهم واتهامهم بشتى التهم واستضعافهم وتطليدهم وتشريدهم وتغتيلهم وسيدنا إبراهيم الرسول النبي الإمام الأمة لم يملك ولم يتسلط ولم تنعقد له خلافه وهو الإمام أبو الأئمة والرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى خاتمهم وعلى أهل بيته وهذا هو صلاح الدين القائد الإسلامي البطل الشجاع الفاتح خرج بنفسه ومن ذاته للغزو وتحرير بلاد الإسلام والمسلمين ومقدساتهم وتطهيرها من الفرنج لكنه سرعان ما تراجع عن عزمه بعد خروج نور الدين بجيشه ليؤذره في الغزو وفتح البلدان لاحتماله أي لاحتمال صلاح الدين أن سلطانه وملكه سيكون مهددا بالانتصار على الفرنج والتهديد المحتمل يأتي من نور الدين قائده الأصلي والمنعم عليه وعلى أهله ومولاهم وولي أمره وولي أمرهم وولي أمره وأمرهم ولا يخفى على كل العقلاء الطبيعة البشرية في عدم الاكتفاء لا بسلطة ولا مال ولا بجبل من ذهب ولا بجبلين بل سيبتغي ثالثة ورابعة وكل الجبال فدافع الغزو فدافع الغزو وتوسعة الملك والسلطة طبيعة بشرية ثابتة قطعا ويدل عليها واقع الحال عند الحكام في مشارق الأرض ومغاربها وفي جميع الأديان والملل والنحل وحتى عند المجتمعات القروية والبدائية وفي كل الأزمان مع الأخذ بنظر الاعتبار أنه لا يوجد أسم عندهم ولهذا كان الخليفة الثاني عمر شديدا جدا في متابعة ومحاسبة الأولاد ولا يتأخر في محاسبة ومعاقبة المقصر منهم إلى المستوى الذي خاف منه حتى معاوية فصار أطوع له من خادمه يرفأ فأين هؤلاء القادة والملوك والسلاطين من الخليفة عمر وحكومته ترجمة نانسي قنقر